إلا إله السماء ونقطة على السطر على كل حال اليوم من البصارة والبراجي إلى موضوع بهم كل الناس وهو المياه وقطاع المياه اليوم ضيفنا بيقول المياه هي الحياة والمواطنين بيستحقوا هالحياة لأن حق لإلهم وبيستحقوا كمان يحصلوا على حاجتهم الكافية من المياه طيب طالما هو حق ليش لهلأ بعضه المواطن عم يشكي وينعي من عدم تأمين المياه لإلهم خلونا نقول اليوم أهلا وسهلا برئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جون جبران صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك كمان ومنعيدك ومنعيد مستمعين جميعا إن شاء الله سنت لأتفاين وتسعة تكون سنت خير إلهم وعليهم وعليهم وعليبنان نعم اليوم من بعد المعايدة في وعود جديدة من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نحن على أبواب عام جديد واطلقت وعود جديدة وقلت إدارة جديدة ما بتعني وعود إدارة جديدة يعني خطة وهدف مضمون النتيجة تابعوا على كل صفحاتنا كلمان تتعرفوا على خطة المنظومة المائية 2020 اللي رح تحل أغلب مشاكل المياه ببيروت وجبل لبنان شو الجديد اليوم مع بداية هالسنة حتى هيك نبشر المستمعين بلش بشي إيجابي شي إيجابي أخير حضرت المهندس الشي جديد هو متاخذ قرار نعم إنه نحن نحسن الأوضاع المائية بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والقرار هذا القرار اتخذ وتنفيذ هالقرار بده شوية وقت ولكن أهم شي الإنسان يخذ قرار بحياته وينفذ قراره ويكون مصر على تنفيذه نحن بالمؤسسة بعد ما سلمنا المؤسسة من سبعة شهر أو ثمانة شهر عملنا بلان عملنا استراتيجية كيف لنا ننطلق تنحسن المصادر المائية أنت بتعرفي وكل المواطنين بيعرفوا أنه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ووظيفتها توزيع المياه مش تجيب مصادر المياه ولكن لأنه في بعض مشاكل معينة بالدولة اللبنانية وفي بعض مشاكل عم نساعد لمصادر مياه نحن نحفر أبار نعمل برك هلأ نحن عم نساهم بسدود بسد جنة عم نساهم ببعض المصادر المائية اليانبيع نحن هذا القرار إخدينه تنحسن كمية المياه تقدر نغطي على المؤسسة كلها البعضين بس على عتاكم كمان صرف الصحة صرف الصحة كمان عتانا لا يزم يكون عنا ولا نقطة ما يملوث من وراء الصرف الصحة مضبوط ولكن تألك المؤسسة الحد اليوم منا بستلمي صرف صحة من حدا يعني في مراجع عن تعمل هالمشاريع بعد ما سلمناها نعم بس المراجع هي مجلس الماء والأعمار منهم منهم بس عشرين سنة بياخد لحتى يسلمكن محط التكرير وينك اليوم حضرت المهندس جون جبراما بتضرب إيدك على الطاولة وبتليح اللي عم يتأخر بتسليم محطات طبعا التكرير اليوم معقولة يطلع عنا بعد مياه ملوثة نحن هلأ بالألفين وتسعة عشر بس في أحد المواطني اللي قلت ألفين وتسعة عم بيقلك ألفين وتسعة عشر على كل حال اليوم عن جد المهمية تكون كتير كبيرة نعم نحن عم نحكي عن منظومة ولا شق الصرف الصح المهمة العلاعات مؤسسة مياه بيروت وجب اللبناء نحكي عنك تحديدا مهمة كتير كبيرة اليوم الوعود بالنسبة للمستمعين شو رح تقلو انو بالألفين وعشرين ما رح يعوز ولا نقطة ماي بالألفين وعشرين الواحدة وعشرين نعم بس وليك من هلأ لوقتي نحن عنا حلول نعم وماشي الحلول الحلول نحن اليوم نحن فيه قبار عم نحليها وإن شاء الله السنة هقدم بعلش سنت خير التلج إجا المي موجودة الدنيا عم بتشتي مظبوط إن شاء الله السنة ما يكون عنا أزمة مئية وما لازم أساسا يكون عنا أزمة مئية لأنه طبعا يعني حسب التقارير اللي بتيجينا مش نحن عم حسب التقارير اللي عم تجي إنه بيقولوا تقرير الأمم المتحدة للتنمية اللي صدر سنت السبعين عنوان لبنان المياه الجوفية وهو يعتبر المرجع الأساسي للسروة المائية باللبنان وإجا بعد أبحاث عديدة وبيقولوا لبنان من أهم البلدان اللي عنده مياه بس نحن عنا مش عنا نقص بالمياه يقال إنه عنا نقص بالهدر بالسروة المائية شو تعليق على هالأمر لبنان من أهم البلد بالمياه الجوفية أكيد ولكن نحن خربنا المياه الجوفية مين نحن نقن اللي بني المراجع الرسمية وغير الرسمية بلبنان في عندك حوالي سبعين ألف بير محفور على الأرد البنية في منهم بس تقريبا خمسة وحيون ألف بير مين نأطينا رخف قوى الأمر ررجعنا عم نحكي بهالموضوع مبعر حدود 나 얼� kleine كلهم بيشتغلوا اليوم وإنشالله نحن بسنة الـ 2021 بيروت وجر مياه الاول الى بيروت وسد بصري وعنه سد بقعاته والقيسماني بلش اليوم ميكون عم نغطي حوالى الـ 85-90% من الحاجات المائية لمؤسة مياه بيروت وهجب اللبنان هيدا شي من نوصله وتنوصله في شغل والشغل هو يعني في كتير بتعوص الناس بتحكي وبعد نضد السدود ومع السدود نحن معنا خلاص هلا نجمع المي المتساقطة من فوق للسدود ونعطيها للناس بنترك مياهنا الجوفية اللي هنحنا كتير غنية فيه للأيام اللي رايحة تصحر للأيام الخطرة اللي جيتنا هاي المياه الجوفية حرام نلعب بيها اليوم او ندق بيها اليوم من خليها سروتنا المائية هايدي نعم نعم البير ما تحل لازم نعم البير نعم يعني على كل حال هايدي قصة في عليا كتير من الاشكاليات بتعرف يعني حضرة المهندة جون جبران اليوم يعني طبعا البيئيين واللي المواطنين بيعرفوا شو صار بالسدود كل سد وقلو توك خلينا قبل بس قصة القبار احلى ما تاخدني على غير اليوم في عن جد قصة القبار تمنح تراخيص الحفر بطريقة غير شرعية ومن هالجهات فيه جهات عديدة من المواطنين هون ببيروت كل واحد عبيلو يفتح بير بيفتح بير بالمخفة بالعلن فيه جهات سياسية كمان دعمتون مغطيتون ما حدا بيقلون شي كمان فيه رخصة لواء هيده بتوضيعت ما يسمى رخصة لواء عبارة عن اذن بيصدر عن المدير العام بيسمح بيحفر بقر من دون دراسة ومن دون اي مسوّخ قانوني هيده تعدي على القانون قانون المياه مين بده يضع لحد حضرتك رئيس مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان جزء من وزارة الطاقة هيده شي بيخصكن اليوم كيف بدنا نوضع حد يعني اليوم لهالرخص العشوائي اللي عم تنعطى يعني إذا بدنا نقول الرقم للرخص العشوائي اللي عم تنعطى عن جد ما رح يضل في مياه بالأبار وعم تختلط بالمياه المالحة وبالجوار الصحية لأنه منش مكررة اليوم كيف بدنا نوضع حد اليوم لهالمشكلة الكبيرة اللي وقعين فيها بالإضافة للعديد بين المشاكل هيده هي صرختنا هاي الصرخة نحن اليوم نحكي فيها نعم تنوضع حد تبتصرخ قدامين ما أنتو اليوم العهد حكينا ما عهد حضرتك رئيس مجلس إدارة لمؤسسة تسمحي لي أنا عم بحكيك كرئيس مجلس إدارة لمياه مؤسسة بلودة واللبنان العهد إذا بتحكي سياسي من دراسي لا أنا مني سياسي لا بس ما يعني لا اليوم أنتو أنا صلاحيتي بالمؤسسة صلاحيتي بالمؤسسة أني طلع الصرخة أنه هاي الأبار غير شرعية أنا حكيت مع اللواء جوابني جواب أقنع قال لي يا خيي الناس بحاجة لماي بيجي بترجييني بالدو ماي يعني بمانطة كتير بعيدة مع الدو ماي بقال لي روح في تحبير اللواء مدرك أنه عن يعمل يمكن صح أو غلط بس ولكن بيعطي بير ما فيه نأمل نو ماي مش قمتيني نأمل نو ماي طب أنتو لماذا بتأمل نو ماي نحنا هلأني نحنا طلعنا بالمخطط وقالتلك نحنا منطلقين سنة 2020 كوني عسق هالأبار راح تزور لحالة يعني بس تصرفي عندك ماي ليش ماي كان عندنا ماي وليش هلأ بدو سير عندنا ماي آه ماي كان عندنا ماي أود شي إذا بترجع شوية لبرا نحنا الشعب اللبناني كان يعني المصادرنا بعدها هي زيتا والناس كانوا أقلال هلأ الناس عم بتزيد الأبني عم بتزيد عندك اللاجئين السوريين عندك المعامل عندك عندك كتير وحد المصادر زيتا يعني الكمية زيتا والناس زادت ونحكي بصراحة وكمان بعدو شوية عن القنون في ناس أخذت كميات زيادة بالسرقة مفتحين مفتحين حسابهم لأنه ما كان فيه أنون طب وين العددات نحنا اليوم جينا نحنا اليوم جينا نسبت الأنون نحط العددات نضط المخالفات نقمع المخالفين نحنا عم نين حملت إصلاح بالمؤسسة هلأ بال2019 بال2019 العددات مثلا في مناطق فيها عددات في مناطق ما فيها عددات المناطق فيها لا هو العددات بتركب بالتساوي نحنا العددات بتركب بالمناطق فيها ماي 24-24 بيكون حافظين على المياه وحافظين على كميات المياه فيها نحنا وين عم فينا نأمن مياه 24-24 عم ركب عددات نحنا بيروت مراكبين عددات بكسر وين ركبنا عددات اليوم بالماتل عم بلج شركة المنظومة العددات بتخلص من هلأ لأربع سنين قبل منظومة العددات مش لازم أول شي نصلح الشبكة المهترية يعني هدر المياه من أهم شي ها؟ ها؟ هيني يعني اليوم ليش الشبكة هالمنظومة اللي عم نحكي عنا مش كمان بأبرز عنوينة هو إنه إصلاح الشبكة البنى التحتية لشبكة المياه لأنه الهدر هو سيد الموقف يعني اليوم إذا ما نقرأ عن تقارير بتطلع عن الهدر تبين إجعيطة وطباية بمياه بيروت شي بيخوفي يعني المياه عم تروح بالجبال تعفداء عمرة هادل الشبكة فول أربعين سنة طب ليش مبطل أول شي هلأ مش لازم عوشين وقف الهدر أكيد هلأ الخطة طبعونا هي إعدة دراسة نعم نعم الدراسة شاملة لكل الشبكات في شبكات متجددة مجددين من سنة 2014 والليوم في البيئ 60% من الشبكات عم تندرس كلها تعدى الجدد نعم من هيك يعني قلت لك نحنا بحملة إصلاحية بحملة تصحية لكل شي للمواضيع بدنا شفاية وقت بيكلف وقت وبيكلف مصاري وبيكلف ناس وجهد المؤسسة ما في ناس إي بس عم نحط مصاري على السدود مليارات الدولارات على السدود بدل ما نحط على إصلاح الشبكة لا نحنا مشين عم براليل بكل شي لو ما في سدود نحنا أملنا بش هلأ أنا معك شو قاعد أعمل هدا عم بتحمس وإلك بسنة 2020 وارة عشر لو مش عم بعمل سد شو بدي إقليك شو ناطر نحنا هدف الهدف العملية نقدر نوز يعني نقدر نجمع كميات الماء السدود هي تجميع لكميات المياه مش عم بقلك سدود هي الحل الأنسب والأفضل ولكن نحنا اليوم بالبناء هدا وضعناه نعم خلينا نستقبل أنا ويك اتصال حضرت المهندس جون جوبران اليوم بدو كون صادرة كويسة ولا هميك لأنه على عاتقك مؤسسة والمياه حضرتك قلت إنه هي الحياة والمواطن الحياة حقه حق لكل الناس حق توصل عبر الحنفية ونظيفة وخالية من كل التلوث بحنفيته مثل كل بلدين العالم ونحنا بلد الينابيع والأنهار مين ما يتصل هلا معه حق مين ما يتصل مين ما يتصل معه حق الإنسان اللي ما عنده ما يبايته وحقه يصرخ نعم وحقه علي صوته وأنا مجبور إن أمله مايته بإمكانية اللي عندي إياها وإذا ما كان في شي واحد مش بأمن مايته من وراء المؤسسة أنا بعتذر علىنا على الهواء وإذا كان عنده شي لعبة معامل شي تاني نحنا منها ما نعزره إله منستقبل اتصال مين معي صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا وعليك يا رب أهلا وسهلا لماذا ما بيحطوا الميال شرب على ميالي والتابعون المجاري التاني على ميالي تاني مش أذبطيك بيضع ثلوسات الميال شرب على ميالي والتاني شو المجاري الميال لما تسويحطوها بميالي واحد يمين واحد شمال يعني كيف هاي يعني حطوا ميالة اليمين الأساطر الشرب والأساطر اللي ملوث يحطوها عمالي التاني على كل حال أنا بشكرك أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان مش واضح جتير الاتصال اليوم في العديد من الواتسابات رح نقراهم بعد شوي بعد موجز أخبار تسعة وربع بس القصة وما فيها مرأت كلمة وقلت لولا من السدود حضرة المهندس جون جبران كيف بدي قوعد الناس أنه يكون عندهم مياه بس اليوم في توصيات قدما مكتب دراسات الماني للمصلحة مصلحة المياه بسنة 2014 وقال بلبناء ليش ما التفتوا إلى مشروع تأمين مصادر مياه جوفية جديدة ومتجددة لبيروت الكبرى من خلال اليوم الأبار الجوفية نحن عم نأمن من الأبار الجوفية ونحن اليوم عنا سبع أبار جوفية عنا نعملهم بالمخاضة على نهر الكلب لنأمن فيها 12 ألف متر مكعب لبيروت عنا نعمل بالديشونية أبار بنأمن فيهم حوالها 8 ألف متر مكعب لبيروت نحن عم نشتغل لكل المواضيع اللي عنا نعملها والسدود مش عملك إنه لو أملك من السدود أكيد السدود عنصر أساسي لتأمين المياه بس اليوم في كل السد وإلو توك مثل ما قلنا بالأول لا هلأ هيدا أخبار مش أخبار خلينا نحكي يعني اليوم سد بقعة عم بيتشقق بريصة بجمع مو لا 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 بطاعة معروف تفضل حكي الناس لا كان عنا حلق بلوج نقطة عصر مش عم بيتشققق كل إلو علاج يا مدام كل إلو علاج ما فيه واحد سد صور صورة إلو في فصق بالسد طلع شوفي هلأ إجت الإجارة استشارة عملوا علاج ومشين فيه بالعلاج هلأ أشاء الأرض عن تحفريا بتبين فيها تفسيقات كل اللي قلوا علاج سد بلعة كان في دراسة أثر بي إلى سد بلعة هلأ قالت غير موضوع لا بس ما قول الأثر الزعب يشقق مش أثر الأثر بي غير طبيعة الجيولوجية عم بخمل طبيعة الجيولوجية الهيدروجيولوجيين عم بيقولوا أنه ما بين عمل سدوني وبعدين بدوا يتشقق وتشقق هلأ يعني اليوم بس هيك يعني أسئلة سريعة لأنه موضوع المياه كتير كبير بس مش عم موضوع سدود لا مش عم موضوع سدود بس هيدا يعني عم تقلي السدود هي الحل أنا بس عم جيوبك أنه سد بقعاتة كان عنا حلقة ببرنامج نقطة على السطر نحكي عن تشقق وكانوا متوقعين ومن قبل يعني من سنتين عملنا حقق وقالوا رح يتشقق وفعلا تشقق اليوم سد بريسا شو وقف هون وخلط ما نحنكمل لأ هلا صار في اجتمع بوزارة الطاقة شو صار واخدوا قرار انه يتصلح ومشي ومشي الحال لا نشوف أكيد إذا أنت عم ربنية بتفسق بيزبطه وشو ما شخص هو الأساس دراسة طبيعة الأرض من الأول يعني في عليا علامة استفهم طيب لك سجني كمي عليا علامة استفهم يعني عليا علامة استفهم كتير كبير سد لكي كل السدود شو بروحك يعني استفهم اليوم أنت ما بتعترف حضرتك المهندس جان جبران بالبجأير لما اليوم معهد الموارد الطبيعية بألمانيا لما إجوا على لبنين وأوصوا بعدم بناء سجني لأنه بأسر على مياه جاية أنا بعترف بجأير وبعترف بأرتاليا كمين إجوا على البنين قالوا لا فيكن تعملوا سجني ومشي سجني وجبنا وجبنا فريق ثالث بس دنين يختلفوا بجيبوا ثالث فريق الثالث يحكم أنه لا بينها ملسجن والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالألفين وخمسة عشر أوصى بعدم بناء سدود ما أوصى بعدم بجبال لبنين لعدم الملائمة مع الطبيعة الجيولوجية لا ما أوصى بعدم بناء سدود لا ما عنده طريق هاي وصاية مش حقيقة في فرق بين الحقيقة وبين العلم والوصاية نحنا لاي فيسبوك عبر صفحة صوت لبنين فويس أوف لبنان أوكي نحنا هايك حلو الحوار نحويكي هايك على حماس حماس نستعب الاتصال مين معي هلو صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك مادام نوال ينعد عليك ونحييكي على هالبرنامج أهلا وسهلا فيك إذا بسيدي نحنا بطرابلوس القبي منطقة الرجي الماء عنا كتير خفيفة وعم تجي فيها أوساخ يارب تستقبلين لنا مدير مصلحة مياه الشمال وتبحثي لنا معه أكيد رح نستقبلوا نحنا طبعا برنامجنا يعني بلبي طلبات كل المستمعين أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان بس ما خصف اليوم ضايفنا لأنه بيرود فضل مديري شمال كتير قدمي وكتير مستوعب للأمور وإذا وصلوا الشكوى بعدد عنده حل أو بيخلق حل أساس خالد عباية من مدر المهمين أنا بحبون وبيعترف فيهم أنه ماسك ملفه مزبوط بس في سؤال كمان من مواطن خلينا المرء قبل الموجز السؤال لإلك ليش في مطارح بيكون في مياه 24-24 وناس بجمعة مثلا بتكون مرة بتجي الماي مثلا يعني في ناس عم تاخد ماي 24-24 وفي ناس بيجي عندها الماي أو مرة أو مرتين 24-24 مش مزبوط مش مزبوط لا أبدا يعني 24-24 ما في مناطق بي بيروت جبل الميم تجي ماي 24-24 لا فيه تأنين عطول فيه تأنين يعني لأنه بيلحقهم بجمعة مرة تأنين نعم لنخلص الموضوع السدود سد شبروح مثلا ما جمع ماي مثل ما متوقع سد شبروح؟ اي بالهدر وتكاليف الصياني كان فيه حرور بديلة سد شبروح أحسن سق هلا منطقة كسروين أحسن منطقة بالمية باللبنان ما فيه صرخب كسروين لا لنفيه سد شبروح نعم بس يكون فيه أنا عملك شو عم ينقال من الاختصاصيين سد بلعة كلف أربع مرات أكتر من المتوقع لدرجة لدرجة صاروه يعملوا كسرات لحتى يكسروا صخور ليسدوا البوالية وسجني مثل ما قلنا شو سجني؟ لا ليه حكيني أحلى من نجمع يكرر إن شاء الله سجني بفيجئ الكل وبيطلع من أهم السدود عم بين عمل لأنه أهم شركة عم تعمله وبدو غطي كتير من الكميات اللي بيحجي إلى جبل لبنان نعم هيك متوقع ومع كهرباء عنده كهرباء وعنده ماء الطبيعة بتجنيفها وبالماء بتعمل طبيعة أحلى نعم تذكريني الماء بتعمل طبيعة أحلى بس كنت سألتك سؤال يعني اليوم بمعزل عن موضوع السدود مش رحكينا نحكي فيهم بس أنا لأ أحبيت أحبيت مرق لكل سد شو عم بيصير فيه لحتى نعرف إنه عنجد ما في دراسات كانت كافية ووافية لكل السدود بلبنان وخصوصا يعني بطبيعة الأرض ومعظم ما ما كان فيه دراسة الأثر البيئي وغيره ليش اتجهنا سؤال ليش اتجهنا على السدود اللي بتكلف مليارات الدولارات بدل ما كنا نتجه على أصلاح الشبكة المهترية وعلى الخزانات من المياه الجوز نحنا متجهين على أصلاح الشبكة الشبكة ماشي برنامج أصلاح تيم نعم متجهين على حفر أبار متجهين على حفر برك بالجرود متجهين على تحسين الانبيع ومتجهين على السدود نحنا الناس اللي عم تحكي انه لا يعني رحنا على السدود كوني عساءة مدام لو ما فيه سدود كانوا بقولوا لا ما عم يعملوا سدود لأنه الناس بعض من الناس بهمهم ينتقدوا بس ما عندهم إيمان انه لازم نعمل بلدان العالم كلها تخلوا عن السدود ورحوا إلى المياه الجوفية يعني معظم معظم بلدان العالم وكان فيه تقارير كتيرة يعني وخصوصا من الألمان انه السدود ومياه بيروت تتأمن من دون سدود في ناس لك سؤال ما أنا اللي بسأل اليوم أنا الموسيقى أنا بس هالسؤال ما أنت عم بسانية بتأسأل لك مت معبين قال انه رايحين سنة لأفان وخمسين ما فيه شتة ما بتاخد الماء من وين بجيب ماء مش قبر جوفية لما بتركها هاي سروتنا سرو المائية الأجيال الباد جاية بعدين هايدي سهروا مخبية بالأرض بستعملها هلأ عم بيحفروها بستعملها هلأ ما بعمل سد ما بعمل سد أنا السد بزدنا عم تشتي بدي أعمل سد كل نقطة ماء فيني القطة جاي من السماء بدي أعملها سد والأبارجة فيه بخليها للاييم الصعب الجاي على البناء بس نحنا مش عمنا نحليها عم نحفرها هلأ من الخزانة عم بجيوب عم بتقليلي هيه عم بجيوب عم بتقليلي هيه يعني منحتار كيف نجيوب الناس إن كان في ماء لاشوش نضيف ما في ماء بدنا ماء بيخلطولي كسار في الصحي بالماء نحنا من نحكي علم الناس بتحكي عادة وبحق لا تحكي بس نحن نحن نحكي علم العلم بيقول منعمل سدود منحافظ عميهنا جوفية بس تجي الايام الشح من نستعمل مياه الجوفية كل الجمعيات عم ترفض هالمنطق وفي بدائل عم تطرح أنتو قال عم تسمعوا ولا في أزان صاغية عندكم لحتى تسمع نحنا نبال عم نسمع كل شي نعم شو مش عم نسمع نحنا الأبار جوفية ماشيين فيها لازا عم نحكي عن المياه الجوفية ماشي بالكل أنا برجع بقلك كمؤسسة محدودة صلاحياتها نحنا عم نساعد لمصادر المياه عم نحكي كمؤسسة مش عم بيحكي بهذا شي نعم على كل حال لحنتابع نحنا وياك ضيفنا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جون جبران مع اتصالاتكم أصدقاء المستمعيين مع كل الواتسابات اللي وردت لبرنامج نقطة على السطر مباشرة بعد موجز أخبار التسعة وربع ما تنسون تورونا نقطة عصر خدمات كتيرة بتوفر مع جهد ووقت مع A2Z إدارة مباني تنظيفات داخلية وخارجية تلميع وتشميع البلاط والبركات A2Z صيانة عامة حراسة أمن وحماية أفراد ومؤسسات A2Z تنسيق حدائق رش مبيدات وجمع نفايات A2Z Services دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555 أنت موظف قطاع خاص وعندك ضمان؟ أو حتى قطاع عام؟ أنت بحاجة لقرد شخصة سريع؟ ما عليك غير تبعد اسمك ورقمك WhatsApp أو SMS على 03-582-699 وبيع أقل من 24 ساعة واحد من من دوبينا رح يتصل فيك انتبه بس إذا كنت موظف وعندك ضمان WhatsApp أو SMS على 03-582-699 أسعدتم أوقاتاً موجز للأخبار من صوت لبنان أكد النائب الوليد سكري لصوت لبنان أن اللقاء التشاوري لم يبلغ بأي جديد وأن أحداً لم يتصل بهم ولكن يمكن البحث بإضافة أسماء أخرى إلى جانب الأسماء الثلاثة المطروحة مع تأكيد وجوب أن يمثل الوزير حصراً اللقاء وليكن في أي موقع سياسي آخر ونفى سكري أن يكون اسم الوزير السابق سامي منقارة في برصة التداول الحالية عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله اعتبر أن فصول مسرحية تشكيل حكومة لبنان لا تنتهي فكلما قربت النهاية السعيدة تعيدك الأحداث إلى الفصل الأول على وقع تقاطع أو تضارب المصالح في الداخل والخارج أضاف في تغريدة عبر تويتر أن أبطال المسرحية وإن برعوا يربكهم تعدد المخرجين بينما المنتج يخاف على استثماره في الصالة الناس تتابع ولكن خارجها الشعب يأن ختم عبدالله تغريدته عشية الإدراب الذي دعا إليه الاتحاد العملي العام حدد رئيس نقابة موظفي القطاع العام حسن وهبي عبر صوت لبنان الأسباب التي جعلت موقف النقاب غير حاسم لعدم التنسيق المسبق وقال ملتزمون مع الاتحاد العملي العام بكل مواقفه لكننا تركنا للموظفين حرية المشاركة في الإدراب غدا أو عدم المشاركة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملين مستشفيات الحكومية أكدت بدورها الالتزام بالإدراب والتوقف عن العمل من العاشر صباحا ولغاية الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد لفتت صحيفة يابانية اليوم إلى أن الجيش الأمريكي اعتزم تنفيذ مناورات بالصواريخ المضادة لسفن قرب جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان في سابقة قالت أنها تهدف إلى تعزيز قدراته الدفاعية في المحيط الهادئ لمواجهة أي تهديد قد يكون مصدره الصين أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن المجموعة المدارية روسية تضم أكثر من 150 جهازا فضائيا لأغراض مختلفة ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت لبنان نقطة عصر نقطة عصر صوت لبنان أصدقاء المستمعين فيكم تتواصلوا اليوم مع ضيفنا رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة ميه بيروت واجبل لبنان المهندس جون جبران على أرقام تليفونية صوت لبنان 0125 511 01325 555 الخلوي 76 611 005 وأيضا عبر الواتساب على 76 611 001 اليوم ما فيه سؤال من سكين الرويسات جديدة عنا هذر بالمي طلعوا من فترة طويلة أنظروا المشتركين المخالفين وهيدا وج الضيف ما عدنا شفنا حدا اليوم فيه شكوى من الرويسات الجديدة شكوى أن ما فيه مي؟ ايه أنه فيه مخالفين عم يتعدوا على الشبكة ووج الضيف أنه راحوا راحوا يعني طلبوا ينتظر ينتظر كمان مين معي صباح النور أهلا وسهلا فيك يا وعليك أهلا وسهلا فيك شكرا معكي جوزيف جبور من العقايبين أهلا وسهلا فيك أنا عندي رقم عيار 7036 أنا كفيف أنا من سنة الألفين وستة توقفت الدفع لأنه بلشت كفيف أنا من قبل شوية على أساس في أنون واحد على ميتين وعشرين بده يطبق طبع المكفوفين ما تطبق تطبق بالبلديات وبالميلية بالنتيجة أنا بعد عشر سنين كنت عم بيخد ماء من عند جاري جاري عنده شقة ما مش قاعد فيها عم بيعطيني ماء يعنيه عم بيساعدني أنا كفيف بالنتيجة أنه إجي تسركة الماء ما حدا أجل عندي يعني بعد عشر سنين بيقطعوا الماء من عندهم من هونيك نعم قطعوا لي الماء ولا هلأ عم بيجعب نبش أنا ولا عم بيخد من عند خيي الماء أنا بقى عم بجرب هلأ أشي بدي شوف يعني شو علي مصاري قالوا لي عليك 3 مليون و 600 ألف جينا هاي بدون غرامات شو لازم نعم بدك تدفعهم سنة ورا سنة كل شهر بتدفع سنة وبدك تدفع 900 ألف تيفتحوا لك الماء شو حلتها عند الأستاذ جبران ما هلشي أنا العيار بياسم مرحومي أمي تعفت يعني بقى ما بعرف هلأ شو لازم ينعمل بقى قد بلا مائل ما بيشوبه الماء إلا ما تسكر حسابتك نعم هذا السؤالة لأستاذ جبران ما بعرف شو بيقدر يعملنا لازم يمكن يجي لعندك على المؤسسة أهلا وسهلا يجي عندي على المؤسسة ولكن هذا القنون بالمؤسسة أنا ما أنا جيت وعم بطب أهلا أولي الموجودة يمكن في قوانين لازم تتغير في قوانين جيح رعا الناس ولكن أنا بحب أن أخذ رقمك تحت الهوى ونحن متصل فيك ونعمل لازم ينعمل رح نوضع الرقم تفضلي دالي دارح تاخذ الرقم أتمنت كمان اتصال من معي ألو بونجور صباح الخير أهلا وسهلا فيك أنا عندي طلب وسؤال للأستاذ معروف بيروت في مطرحين في خزنات للمياه مطرحة بالأشرفية منطقة فصوح ومطرح تلت الخياط بخصوص خزنات الأشرفية تعمروا بالأس سعمية وتلاتين وبعد تلاتين سنة عمروا خزنات إضافية عشان زادوا عدد سكان الأشرفية حاليا نحن يعني من بعد خمسين سنة من الستينات فيه كثافة رهيبة بالأشرفية كثافة سكان يعني بس إذا منتطلع ما فيه بلا بورة ولا بارك إلا منحفر وتعمر بنات أو بنات طابق أرضي أو طابقين أو طلات كله تهدموا وتعمروا فيه كثافة كتير سكانية بقى إذا حضرت المدير العام إذا مرأ على محطة بيروت بقى محطة الأشرفية السفلة يعني منطقة فصوح بلاحظ أنه حد المحطة مراسق لإلى بنية تلات طوابق ومن بعدها في بنية تلات طوابق ومن بعدها في أرض أنا عندي طلب إذا ممكن المصلحة تشتري هالتلات عكارات وتهدمهم وتخليهم بصير عندها مجال لتعمر خزانات إضافية لتأمن الماء وفيها كمان تعمر مثلا نحط الضخ جديدة للضخ الماء بصورة قوية وكمان محطة للتعقيم المياه وكمان ممكن إذا ما عملت تولى شيء من هالأشياء ممكن تحافظ حرم هالخزانات يعني إذا حدا نجي عمر بنية كبيرة يمكن صير فيه ارتجاجات بالأرض يفسخوا الخزانات العتاء وصير مصدر للتلوث هذا هو طالبي يعني عشان إذا هولي هالعكارات تعمروا نبيعوا وتعمروا بطل فيها نوسع الخزانات عشان الخزانات صاروا محصورين بالبنات العالية هذا هو طالبي شكرا لأي لك تفضل حضرت أوكي ما في مانا هاد المشروع بيندرس بنحكي مع بعض نحن وياك وبيندرس ومشوف كله وارد كل شي وارد لقلت ووارد من نعمله نعم على كل حالة كل المستمعين كل الشاكيوة رح انتبعها معك من كل بي لحتى أنه نوصل لأدر ممكن من الحلول خلال هالحلقة فيك تابع معي أكيد شخصيا وأنا بدي أعلن عن افتتاح الكول سنتر مكتب الشاكيوة عنا رح يمعنا افتتاح لألو من بعد 15 كدون تاني عنا رقم رباعي 17-13 من 24-24 رح يظل هو متابع لكل الشاكيوة اللي عم بتصير بكل المناطق بنطاق منه أساسي وفي عنا فريق طوارئ هو بيروح من بعد الاتصال هو بيروح وبيعالج هذا الشي من الاشي اللي عم نشتغلها تنكون عم نحسن بالمؤسسة وبيعالي المؤسسة يعني فيه أن يتواصلوا فأزاً على 17-13 ابتداء من بعد ابتداء من بعد ما نعلن رح تعرفوا فيه فيه إطلاقة للمشروع مشروع الكول سنتر لأنه فيه شكوى كمان بالفنار سننحويل السنة بدون ما يعطول عم بيشتروا تواصلوا مع المصلحة بدون نتيجة يعني كل هالشكيوة رح انتبعها نحنا ببرنامج نقطع السطر طبعاً فيه شكوى كتير لزميلتنا سيدي عرب بس اليوم كون يعني حضرتك مسؤول معنا الشكوى رح نحلها فوراً اليوم كمان في اتصال من معي نقطع الخط صباح الخير هل معقول ألو ايه تفضل يعطيك ألف عفية انت يوزو ألو نعم بالنسبة ل منطقة جبل لبنان أقليم الخرلوب ستنا الكريمة نحنا ما عم نطلع لفوق لأنه المي ما فيه كل مرأة طلعباً نشتري لنا ستان سترنين بتجي المي يومين بالجمعة بتجي ثلاث أربع ساعات ما عم بيكفوا شي كل مرأة طلعباً نشتري خزان أو ستان بيقولولو تحتين نقدر نقعد بالبيت هالشي هده ماشي الحال يعني نعم شكراً لك أهلا وسهلا السنين المناطق كانت كتير كان ما فيه كان في شح كتير كبير السنين سن نبع البروك نشف بأواخر أيلون نبع البروك منشف ما عد عطاء يعني كان يعطي بفوق الأربعين وستين سانتي كان يعطي ثلاثة سانتي أكيد بالمناطق فوق كان فيه تانين كتير أوه وحيد لأن المصادر نشفت النيانابيع نشفت ما كان في ماء إن شاء الله السنين مع التلج نحنا فيه والماء اللي نحنا فيها بيقدر يعطي بيكون عم نعطي أكتر بالصيف إلى حين ننهي المنظومة المائية نعم كمان هالمعقول فيه شارع بمنطقة الحمرة براس بيروت أبنية عم تجي فيها المياه كافية ووافية وأبنية شحيحة إلى أقصى حد عند مين وكيف ممكن نتأكد من يلي عم بيصير وليش والأبنية بنفس الشارع أكيد هيدا بيكون فيه نوع من المخالفات اللي عم بتصير بيكون الأبنية اللي عم تجيها ما يأثر كمية بيكون فاتحة عياراتها وهيدا الشي بدو ينضبط وبدو يبلغونها يبلغوا الأقرب عندهم أقرب مركز للمياه ونحن بنبعث عليه ما في مشكلة نعم اليوم بالنسبة لمياه الشفة اليوم عم تجي من ننضيفة على الحنفيات هيدا شكوى شو القصة فيها ملوحة فيها تلوث هل هي من اهتراء الشبكة اللي عم تمرق بالأساطر مزبوط ولا من النبع ولا فيه إضافات كمان يعني بينضف في أوقات كلور عدة عوامل بتخلي المياه تكون واصلة مش نظيفة نعم العامل الأول المصدر المياه اللي عنا هي أكيد نظيفة لأنه نحن عطول نفحص المصدر مصادر نظيفة بمرورة بالشبكات شبكات فيه شبكات محترقة فيه شبكات بفتلة المجرية فيه شبكات تصال مش نظيفة كتير على البيوت نعم ولكن الأكتر شي بدي أقولك أنه نحن وين بيكون فيه أبار خاصة هالأبار الخاصة هي بيضخوها على الخزان وبيكون فيه ماء للمؤسسة على الخزان بتتلوس المياه بسروري نقال أنه مياه المؤسسة مش المياه نعم نحن الأبار الخاصة هي العامل الأساسي الأول لتلوس المياه لأنه عم تختلط بالجوار الصحية مظبوط مظبوط وبتقوه بدخوها على الخزان بيكون جابية ماء من المؤسسة هل ما يمشي بنيها؟ بقولوا هاي ميت المؤسس نحن نحن عنا اجتماع بتسعة شهر عند دولة الرئيس الحريري مع محافظ بيروت ومؤسسة بيروجة بلبنان وكل المعنيين تنحكي بالصرف الصحي وخاصة في بيروت صرف الصحي نعم بدكن يعني توقفوا بوج مجلس الماء والأعمار اللي ما طالله هلأ نحن ما بدنا نقوم بحلاء نحن بدنا نساعد صرف له مجلس الوزراء صرف له مليارات الدولارات لحتى يقوم بعملية محطات التكرير ويكون عنا كلها مياه مضيفة مفروض يعني محطات التكرير ما تخلي ولا نقطة ماء ملوسة نتيجة الصرف الصحي بعدها عم تنكب البحر ولا نقطة عم تتكرر يعني هيدا كمان مسؤولي كيري وصل لهم عشرين سنة حكي الناس شي مطلوب منك قال تضرب إيدك على الطاولة تقول لهم أنتو تأخرتو هيدا مسؤوليات الصرف الصحي من مسؤولياتنا استعجلوا هيدا محطات التكرير لازم تتشغل إلى أقصى حبود نحنا بلاشنا بالحديث خدنا القرار نعم أوكي طولتو بس طولتو توصلنا بس وصلنا مستقبل اتصال مين معي؟ أهلو بونجور صباح الخير صباح نزور مدر دوال تفضل أهل وسهلا فيك انا في عندي عيار ماي الحمد لله جاي بلا حسد بس إلو 19 سنة إلو 19 سنة ما إيجوا عبضوا روح دفاع أنت يعني شو الحال انت روح دفاع روح أقرب موقع عندك ودفاع بوك بيجو علاك على غرامية مصير إذا كانوا أكتار بحا أدفاعوا طب روح لا أدفاعوا إذا ما رح تدفاعوا ما بيقطعوا لك الماء بتقطعوا له الماء إذا ما دفاعوا أكيد يطعونوا الماء أهلو 19 سنة ما أطاعوا بلنجي فاولها حالنا بجو ناسيينكم ذكرتوا فيكم ناسيينكم هلأ ذكرت المؤسسة فيكم يلا شو أنا فيك ما تقلو وين مسلا محاقلو 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 هلو سهلا فيك بوز ميسدج نسمعوا سوا اتفضل إذا ما بقى في شجر نام بدي يجي شتة ما هلنا عم بشيلو شجرة هيعمل سدود والكعر طبع السدود كلها فقط سخص كلها عملية مساري 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 يعني كله كوميسيونات ما يخبرنا بشيلو من عنا السوري والفلسطين والماء بتأذينا نعم لا جواب ما بدوا يحكي بالسدود ما هيك لا مش عبي حكي بالكوميسيونات حكي الناس ما زي ما نضد عن ناس ما من خلص نعم بس هو دي الناس وكمان المطلوب الحكي العشوائي عيب وغير مظبوط نعم عيب بتكون تغلوا عن ناس بس مش هنغلي لا لا شو هيكي كم شو كم سنت نحنا بالمؤسسة ماشيين على ثلاث محاور نعم المحمر الأول إصلاح المؤسسة وإعدة السئة بالمواطنين بالمؤسسة يعني عنا إذا بتشوفي عنا إصلاح للأبنية عنا إصلاح للموظفين للإدارة بلشنا فيهم نعم وعنا الخطوة الثانية تأمين الخدمة المميزة للناس تأمين الخدمة رغم الظروف يعني ما فيه ماء ما فيه شبكات منها عم نحيو نحط مصاري تنضبط الشبكات ونقدر نحط مصاري تنضبط كل المصادر المائية لعنا إياها وهي دي رح نأمنها للناس والمحور الثالث هو استكمال وتنفيذ كل المشاريع الكبيرة وهيدا الشي بيتطلب مصاري نحنا إذا ما نحكي بالمنطق مشكل الناس عم تدفعها مشكل الناس مش تركي ونحنا عم نجرغ تبلي ما بيدفعها عم نقطعه عم نقطعه فيه فكرة فيه فكرة معيني يمكن زودة بسيطة لاستكمال المشاريع بسيطة كتير ما بتتخدل ميت ليرة ميت ليرة بالنهار أو ميت ليرة أو ثمين ليرة بالنهار أو ثمين ليرة بالنهار يعني في تكرة ثلاث ليرة بالشهر يعني تقريبا تقريبا ثلاث ليرة ميتة ألف وثمانية إذا فيه هايكي بنكون حملنا كل الناس شي بسيط نقدر نكمل المنظومة الكبيرة المشاريع بكيدا عننا نحنا عم نحكي بشكل علمي وهيدا الشي بيبين بعد ثلس سنين واربع سنين ما عم نحكي عشوائيا نضع الطريق بالواحد وعشرين اي يعني إذا ما عملنا هايك بكون في عنا شوية صعوبة بالاستكمال للمشاريع اللي عنا إيها وهيدا الشي متفعلا من سنة 2011 و12 و13 ولكن لما نصار في هايك خمول بالمشاريع ولكزا وصلنا اليوم نحنا اليوم المشاريع كلنا منطلق مضبوط معقول سرعنا هالشي هلنطلق جديد بل مستعبل كمين اتصال ألو ألو وصباح الخير فنتي أحكي بالمنصورية ما عم تيجينا الماء أبدا بالجمعة أنجا بتيجي مرتين وشيعة ساعتين نعم شكرا لألك أهلا وسهلا فيك بمنطقة المنصورية بالمنصورية بالمنصورية في مشكلة في مشكلة ولكن رح تنحل من بعد هلأ خزانات المعمولة لمشروع الجر المياه الأولي رح تنحل إذا أراد هالموضوع يعني ماكسموم ثلاثة شهر بمتشكل شي مضبوط كمان يعني إذا ما في ماء وين هالصهاريج عم تشتغل حيزب الله في أبو جاد بيقلنا عبينقل صهاريج المياه من خزان برج أبي حيدر إلى الضاحية وسكان برج أبي حيدر بتشتري سيترنات هذا موضوع نحكي فيه من أول الصيف وتبين أنه موضوع شهر عمية المية في جمعية عندها اشتراك من سنة لألفين وستة بالمؤسسة ودافع اشراكاتها وبيخدوه من ألفين وستة مش اليوم مش جديد نعم على كل حال اليوم بدنا نحكي كمان عن مياه الشفة لأنه كتير من المواطنين بمنطقة الحداد بدون يقدموا طلب للاشتراك بمياه بدون يقدموا ليشتركوا بمياه عين الدلبة لحتى يقدروا يشتركوا بالمطار كيف هاي يعني إذا أنا بدي أشترك بمياه المطار بمنطقة الحداد لازم أول شي اشترك بعين الدلبة ونحنا إذا 12 اشتراك يعني لازم يكون 24 اشترك والاشتراك ب300 ألف في منسكان منطقة الحداد المطار بدون يشتركوا بعيارات ماء لازم يشتركوا هني بالمطار فيه مطار الماء بمنطقة المطار فيه اشتراك بالمطار الماء مطار الماء بمنطقة الحداد مطار الماء مطار تابعين نعم بلا بمنطقة المطار هوني آه منطقة المطار آه أوكي 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 لازم يشتركوا بعين الدلبي ومية عين الدلبي ما بتجي ما عم تجي لهم هني قدموا طلبات ونحنا منه نأمن وين بقدموا طلبت لعندكم؟ بالحدد بمركز عبدها بالحدد يقدم طلبهوني نحن نأمنوا الماء من عين الدلبي ومغير عن الدلبي نحن لن نأمن الماء النتج الماء أكيد ما في اشتراط عين الدلبي وماء بيروت وكذا كل من تبعضه افدا ما في اشتراط بالموضوع طيب قصة التعريفة منا فعالة هل هي بحاجة إلى إعادة دراسة التعريفة اللي أنت حكيت عنها هذه هي اللي أنه جعت ودرستوها لحتى تغلو درستناها اندرست بشكل كتير معمق ودقيق جدا وبننا نكون صريحين مع الناس مع الليلة والناس لازم يكون كانت تعرفي كتير أكتر شوية من الموجودة ولكن تجاوبا مع أنه ما فيه ما يكان السنة وسنة الماضية وما فيه أنه الناس بيش مرتاحة كتير بالمئة ما نزيدت لازم لازم نزيده لكن اندرست كتير معمقة أنه ينزيد شي بسيط شي متماحكينا بالمئة ليرة كبينة ليرة هذا الشي رح يخلينا نقوي المصادر طبعا المي ونقوي المشاريع اللي عملة نستكمل النهائيا أنا بس بدي أطلب من ياللي عم بيتصلوا فينا واتساب نحنا ما منجاوب يعني بيكونوا تتصلوا على 0-1-25-5-11-0-1-3-2-5-5-5-5-5-5-7-6-6-11-0-0-5 الواتساب فقط بتكتبوا فمن شان هيك لأنه عم نطفل اتصالات عبر الواتساب خلاني يخد اتصال جوش هلأ مين معنا؟ ألو بونجورين أهلا وسهلا فيك يعطيكم العافية شكرا بدي أسأل حضرة المدير نحنا بيتنا بالأشرافية هتحاوز المياه فسوح إلنا من سنة الماضي من كانون التاني الماضي ما بقى تطلع المياه لعالتاني ولاعالتالي ولا لفوق عم نشتري جلونات للشريب عم تجي بس بأول طابق هل معقول أنه نتسع ميت اشتراك للدولة نشترك كل يوم كل يوم ماي جلونات لنشرب وليش هلأ ليش صار هيك العمرة تجير المياه عنا على الطوابق العالية إلنا سنة 12 شهر من كانون التاني لهلأ ولا نقطة ماي بالحنافيات من تاني طابق والطوع ولا ممكن تطلع غير على الأول وعالأرض ليش؟ قدمت شكوى؟ قدمت شكوى؟ قدمت شكوى؟ بتاعفش يقولوننا بالحووز بشركة الماي يقولوننا روح حطهم مترارات لتطلع الماي لفوق أقسق رحنا راجعنا فقر خمسين مرة نحن والجيران والحي والمنطق كله هون رح ناخد رقمك تحت الهواء هني بيتصلوا فيك من المؤسسة وبيحلولك المشكلة كمان في اتصال آخر مين معنا؟ صباح النور أهلا وسهلا فيك نيالك يا مادام نوال انت عنديك نقطة على السطر نحنا معنا نقطة بالماء بالخزان بس ما أنا بنقطة على السطر ما بقدر بالشربان نستديني نقبل فيها نحنا بمنطقة تلال عين سعادة كل الشارع من قضية عم نعب سيترنات صارنا تقريبا شي سنة وصراحة سيترنات انت بتعرفي ما عم نقدر يعني قد ما فينا عم نضبط لنشوف قداش مي نضيفة عم تجينا لانه في عمدي بيبي نايته تلات مولودين جدا يعني بيبي نايته تعرفي يعني بيبي نايته بس أنا وفي تقريبا هونيك بالشارع حوالي يمكن شي خمسمائة بات يمكن الشارع التحت منا في مي الشارع الفوق منا في مي الشارع تبعنا نحنا بس ما في مي نا بابدنا نروح لحتى ما انهين حدر مثل ما بقولوا لانه كل هيتهم بيقولوا خيروح وحطلوا مئة دولار بجائبتوا له هيدا المتصلين فيه عدة مرات ما بدوا قلسمه لان ما بد اتعرض لحدا بس ما بصر لي وقت روح حطلوا مئة دولار صراحة يعني بحطلوا اكتر كمان لانه كنا قوات متصل فيه وقتنا متصل فيه يجب لنا المي إلا شي ساعة نقول بس ما بتكفي وبيرجع بينثينا بعد جمعة جمعتين وخلصت بعدنا عم نعبسي ترنات فبليز حضرة مدير العام إذا فيك بس حط نوت عندك بس تذكرنا لها بدا يمكن متابعة شخصية منك كون إنه في ماء بالشارع تحت مننا والشارع الفوق مننا يعني ما عنا مشكي شح بالماء بمنطقة تلال عين سعادة بتمنى عليك إذا بس بتحطها عندك لحتى تتبع لنا إياها تكرا معانك بس بهمني كنت تقلي تحت الهواء اسموا للشخص حناطرين هيك أشخاص كيف بدنا نعالج اسمحلي اسمحلي ما حضرتك عم بتقول إذا عطيتهم يدرب جمش الحال كيف بدنا إذا بنا نخبع بعضنا كيف بدنا نعالج كيف نعمل إصلاح كيف نشيل الفيستين من بينتنا أنا بتمنى تحت لهوة تعطيني اسمه وإنت ما نحنا متصرف نحنا وجبتنا نصرف مع هايك نيس هؤل نيس المساودين لنا وجنا مع المواطنين هايك نيس هاي متل لوت زلم اللي عم تحكي حالنا حضرتك عنه هيدا مساود لنا وجنا مع الموطني بتمنى تعطيني اسمه ونحنا منكون مش ريحناك إلك بيكون ريحنا الحي كله بس تبقى إجراء علي أنا مادلة حتى ما أفتري عليه أنا مرحص لعنده وعطيته مصاري العالم إلولي روح وناله مصاري بيحول لك يعني ما بدي أعطيك اسمه قالوا إلنا قالوا إلنا يعني هو موجود بلبنان يعني ما فينا ننكون هذا واقع موجود عاكل حال نعم ما بعرفها مش نيك ما بدي أفتري على حدا بس بتمنى عليكم إنه تتابعونا هالموضوع أهلا وسهلة فيك من كلبد من كلبد نحنا رح نوضع رقمك تحت الهوى وطبعا يعني المؤسسة رح تتصل فيك مش هيك خضرت المهندس مية بالمية وناخد رقمو تحت الهوى نعم طيب من خلال هالمنظومة إلنا نحنا رح يصير في عندكم كورب سنتر رح تشتغلوا على تأمين المياه إلى بيروت تكون كافي بوافي بكل المنطق بالألفين وعشرين وشو المنظومة شو بعد فيها وقصة العددات رح تتكمل العددات حت تستكمل العددات والمش هي مش عم يدفع واللي مش عم يدفع رح تقطعوا له تقلي شو صار نحنا نتيجة الناس الكتير متضايقة بها الأيام خدنا قرارية مجلس الإدارة ونحنا خدنا قرار كشخص كموديل العام أول شي سهلنا عملية الدفع اللي عنده زمي عليه مبلغ كتير كبير أربع مليين خمتانيين رح نقصته هيدا ما كان يتقصت رح نقصته على تلسنين هاك نكون من رايحه بالتقصيد وبنحط له مي دغري بس ولا قرش بيروح على الدولة ما فيك إن إحنا مؤتمنين بهذا الشي ما يعني بس أوقات مدفع ثمن خدمة ما مستعمل لكن حق الدولة ما بيروح نحكي بصراحة بدا ناس نضاف الدولة بدا ناس نضاف تحافظها حقها بس نحنا حقنا أوقات بيروح مع الدولة لأنه مثلا مدفع ثمن خدمة ماي ما بتجي مثلا أو أوقات لا ما بتقولي بس كون في عندي ماي لا بدفع يعني أطيني حق أطيني حق وخد حق نحنا من هيك ماشيين بالعددات العددات شو بتاختي بتدفعي بعدين خلي نكملك شو عملنا تسهيلات للمواطنين بهم المواطنين يعرفوا عراسة السنة شو عملنا تسهيلات نحنا أصطنا الزمم الزمم كانت تندفع دغري تأخذ ماي أصطناها على ثلاث سنين صار في يدفع كل شهر قد ما بيريد على ثلاث سنين ويأخذ ماي دغري نحنا أصطنا الاشتراك كان الاشتراك بدنا نطلع بأرار السنة نقصت الاشتراك على أربع مراحل كل ثلاثة شوار في يدفع ندفع اشتراكه مش أنه فرد مرة مش فرد مرة أنا لأنه أجاني كتير ناس على المكتب وكتير ناس ما معون بتزعلي وتحسي صادقين يعني مش جايين تيكذبوا ما معون 300 ألف ما معون 292 ألف هلاني صار 300 وشوية ما بعون يعني نحنا أنه نقصتون على أربع مرات يعني كل مرة 80 ألف 70 ألف ويندفعوا هايدي كمان نحن نقصت أغرار فيها عم نقصت عم ندرس تير المحاضر المحاضر اللي عم تنعطى في برام هو للمحاضر إذا كان أخذ بصلاً ماي سرقة درجة منرجع كمسين الورة ومندفع كمان رح منكون حقينيين ووقعيين مع الناس سما نظلمهم بس منتمنى هايشي لعن نعم هاتسيلات نتيج لأنه ما في ماي لأنه في ناس عم تطرق وناس ما عنده ماي نحن المؤسسة بحيرة دائمة بالفكر الدائم تنساعد المواطن والوقت يدو ضل وقفين عيشينا نكمل المنظوم محروق المواطن اللي بناني بتصليت اليوم وتخضى للواتسابات محروقين الناس معونحا مش عم بلك ما معونحا بس هاو ديمت 5% من الملايين اللي عم بيخدمهم للمؤسسة يعني نحن قلنا واحد بيطلع صوته بينزع مش بينزع بيخرب كل الناس لأخذين ماي فلا سبب نحن ماشيين بكتير دقة وبكتير دراسات معمأة تقدر نوصل المحل نقدر ناخد المواطن والوقت ذات والمؤسسة تقدر تضل ماشي وتكمل حالة نعم اليوم كمان في اتصال جوج مناخدوا سوامين معي هالو صباح الخير صباح النور يا أهلا أنا مواطنة لبنانية ساكنة بالأشرفية حد الليسة فرنسية نعم يعني على حجز الدرك هونك حجز الدرك تحضلي الماي ما عم تجي صار لأربعة شهر نحنا دافعين كل الفوتير هاي دي يعني ما أول شي تاني شي إجا مأمور الماي بسميته رنجو لأنه حاطت شي ميت خاتم بصبيعه ومعد إجا يعني إجا وشي دي تاني قلت له يلا نازلي وهيك وشي ضيف نزلت ما في حدا لأعمل شي ولهيدا ومقطوع الماي صار لشي أربعة شهر نعم اليوم بتخلينا رقمك تحت الهواء كمان شو بدك تقلنا شي كلمة عن الهواء أنا بدي أعذر أنا كمدير هالمؤسس بأعذر عن الأشخاص عن صودونا وجدنا وفي كتير منهم مدام في كتير منهم وبتمنى لو بتعطونا قسميهم نحنا بهمنا تحت الهواء تحت الهواء ما عندي مشكل لأنه نحنا بدنا نعمل الإصلاح بقلب المؤسسة قبل ما نعمل مع الناس نعم لأنه هون فيه كمان مواطن بينتهي رقمه ب16 عم بيقول عن جد عطوني رقم تليفون أو شخص اتواصل معه عندكم بالمؤسسة لأنه عن جد فيه ناس متورتين ومرتشين يتواصل معي شخصيا نعم شخصيا إذا فيه نتر أنا بهمني يتواصل معي شخصيا أنا بعطيه رقمي نعم ما عندي مانع بها الموضوع المنصورية المتن حكينا عنها فيه مواطن عم يسألني عنها إنه إنه لاب الصيف ولاب الشتي فيه ماي بس حكينا عن إنه فيه مشكلة فيه مشكلة كبيرة مزمنة مزمنة بهون نعم ما بتنحل إذا ما نخلص من الأباء نخسر جرمي هنا الأول للمتن لأنه فيه أبار خاصة بالديشونية للصهريج لا بتشح ولا بتتعوكل أبار خاصة هلأ نحن عنا نعمل أبار للمؤسسة بالديشونية نعم لأ لكم بتتذكر أولك الأبار التانية بإبسو فاكتو زي بتتذكر نعم كمان فيه فويس مسج رح نسمعه سوى بس قبل فيه اتصال ناخده مين معي علو بنسمع الفويس جار تفضل صباحا خير عصول ببنان صباحك أندي والمستمع مستمعين أنا في عندنا مشكلة مياه زحلي زحلي على الفعور كبير زباد بعد الغل نحن المي بعد مش وصلت بها وميش وقيف زحلي البقاع يعني يعني مين السيد رزق رزق المدير العام رزق رزق من الأشخاص كمان متفهمين كتير وأكيد إذا تواصلوا معهم بيصير عنده علاج لهالمواضيع كمان بزحلي بمناطة البقاع عندنا مشكلة مائية كتير لأن المصادر قليلة والناس كتار واللاجئين كتار كما في اتصال نخلص ومين معي صباح الخير أهلا وسهلا وعليكم وعليكم سنة خير على لبنان يا أهلا ونخلص من الفسد نعم تفضلي بدي أسأل كان حضرة المدير عم بيحكي أحساب عددات الماج وعم بيقول أنه يمكن الاشتراك يصير القصد وهلا إذا مشه العددات بنا نضل ندفع ل300 ألف ومنرجع عم ندفع عداش منصرف ماج لا 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 أبدا بس ما دام أول ما بينحط العداد تدفعي حق العداد نعم وبعدين تدفعي شو بتصرفي ماء أوكي يعني الاشتراك بيبطل نعم مبعد في اشتراك هو الاشتراك هو الدراسة لنعم لتالاشتراك تقريبا 300 300 وشوي ومننا دراسة على مدار السنة طلع مواطن بيصرف أقل من الاشتراك أوكي أوكي مرسي كثير أهلا وصهلا فيك كمان بدنا نحكي عن تفضل مين معي عكس المحاومي بطرس بطرس يا أهلا وصهلا فيك يا أهلا وصهلا أريد أسأل سعاد المدير العام بالتسعينات بقياب المرحوم الوزير حبايقة عملو لنا مشروع جرمي من ارتفاع 2000 متر تقريبا ل7 أو 8 بلدات وكرة وشي خمس مزارع انمدت الشبكة اتعمروا الخزانات قبل ما يوصلوا لمصدر لليانبيا يعني عبعد 200 متر أو 500 متر خلص المشروع ضلت ليانبيا سارحة بالوديان ونحن ما وصلنا ولا نقطة ماي أي مناطق رح سمي لك تشنيتا كرم البهر عمار بحويتا كحف الملول صغار تغريل تشحارة هاي منطقة بتوقع بطرف الضمية يعني بين قضاء صغارتا وقضاء الضمية مين المسؤول بالشمال هلأ حضرة المدير العام السيد خلد عبايد نعم خالد عبا ليه ما بتقدمه شكوى بهالإطار يا ستنا بري تلساناتنا ومنطقة عمراني جدا الحمد لله ومنطقة كي بدي إليك يعني نشيطة جدا بس لحياتها لبنتونين استاذ أنا بيسمح لحيلي جاوب عن المدير العام عندك سيد خلد عبايد هادي مش مسؤوليته أو مش زنبه بس أنا ما في مينع تتواصل معه تتواصل معه شخصيا هو معنا على الخط هو معنا على الخط منو مدير عام مؤسسة المياه بالشمال ايه عال خليسي في طواصل معه هو تلسان عم يسمعك تفضل صبح الخير ايه صبح النور اهنا وسهلة فيك عندك شكوى كتير بالشمال اليوم ضاعوا المستمعين يعني نحنا ضيفنا اليوم رئيس مجلس الإدارة مدير العام مؤسسة مياه بيروت وشبل لبنان يعني عم تجي الشكوى من الشمال كمان وليبقى شو ردك اليوم على الشكوى اللي اجت كمان في شكوى تاني كمان تفضل اول شي صباح الخير صباح النور ولكل المستمعين وكمان للاستيجان عندك الله يقوي ويعطي العافية شكرا الله خليك اه كمان بتشكروا على هيك الشيدي اللي شهده فيني هدا واجب ها حقيقة نعم تسلم لا بس اللي عرفت انا انه صار في اتصال من احد المواطنين بالقبة بالطرابلوس وعم يقول انه المي ملوسي فحبات بس اخد الرقم او العنوان تاهتم شخصيا بالموضوع الشغل التاني بالصدفة سمعت المحامي بترس بترس هلا عم يحكي عن موضوع المي بعض البلدات بالضنية فهيدا صحيح في مشروع بين الستة وتسين وثمانة وتسعين تنفذ ما اكتمل بهذاك الوقت توقف بسبب انه مصادر المياه صار في رفض من بعض الاهالي انه تنوصل المياه على مصادر المياه السبب انه في حوق مكتسبة على مياه الرايو كان مفروض تتعالج الموضوع بهذاك الوقت وتأخرت المعالجة ووقف المتاحة معاك كفة المشروع بعتقد انه هيدا المشروع فيه مبالغ هلا مرصودة له ورح حتى لزم جزء مننا يمكن وبعتقد انه خلال الفترة رح تبين معنا النتيجة نعم على كل حال انا بدي اشكرك اليوم انك رديت على شكوى وعم تسمعنا عبر اذاعة صوت لبنان ترجع بس نذكر المستمعين باسمك وبالتيتر خالد عباد خالد بركات عباد رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي اهلا وسهلا فيك عبر اذاعة صوت لبنان اليوم عن جد دايش لازم يكون المواطن قريب من المؤسسة والمؤسسة قريبة من المواطن لانه يعني بيحس المواطن انه مش عم بيقدر يقدم الشكاوى لها المؤسسة دايش اهمية وجوده بالقرب منه التعميم اللي بيطلع على طول يكون هو قريب منه ما يسمعه فقط عبر الاعلام كتير مهم هيو فيه نوعين من المواطنين فيه المواطن يلي عم بيشارك بالفساد يلي يدفع للموظف يلي بيغنج للموظف هي المواطن عم بيشارك بالفساد يعني بيكون الفاس الراشي والمرتشي وفي مواطن الادمي يلي يمكن مش عيندر وصل صوته نحنا نحنا بمؤسسة رح ينزل جبات جديد على الارض نحنا نروح نبرم عن الناس ايمطة يعني ايمطة رح ينزلوا هالجبات نزلوا نزلوا بلشوا بس فيه تقصير هلع من الاول السنة قبل اول السنة بلشنا وفي فرق رح تروح سقافة الدولة ناس عندها سقافة اللي بياخد مي بيسرق ويكون مبسوط ويصدوا يتضحك انه مضبط حيلو السقافة الدولة وثقافة النزام مع النية وبالوقت ذاته ما بلوم المواطن كمان نحنا والدولة والمؤسسات عليا واجبات للناس لازم تعملون حلقة متكاملة حلقة مسكرة عبعضة اذا ما تفعلنا كلنا مع بعضنا ما من نربع ليه عم بيسرق بيكون عم بيضر المؤسسة وعم بيضر المواطن صالحه والمؤسسة اذا ما ردت عن ناس كمان عم بيضر الناس عم بيضر المؤسسة خلينا نسمع voice message فضل انا من سكان صحة شوية فات صردي طريبا شي سبع ستين كالماي مبتجة الا بس بالصيفية شهر واحد وعبدفع كماي باستمراض وعبدفع الفاضي يعني لو بلايها احسن كان وحضل وضع هيك لعيمتها ربك بيعرف يراتي شو كل حلي بس انا مبعد بسر في حلي بالبنين ايك مستحيل تفضل هيدا مواطن انا بعت هيدا نتيجة الناس الناس صارت ما عندها امل ابدا ويقساني بسمعتي بالاخر شو بيقول ما في حل ابدا اكيد في حل واكيد بكرة حيكون اجمل هيدا شعار المؤسسة مادام صار عني مؤسستنا شعارة بكرة اجمل رح يكون اجمل الايام ونحنا نحنا مصرين انه تكون الايام احسن واجمل فلها سبب من قلو من سبع سين ما كان في ماء ان شاء الله خلال سبعة الشرصة عندك ماء اليوم الاتصال من جزين ليش عم يعملوا فينا هاي كأنه جزين مش من لبنان موضي لنا صورة شو يعني اليوم لازم اول شي توقيف سحب المياه من الابار باستثناء الوزارة والبلديات مفروض تتأمن المياه لكل الناس باسعار زهيدة مش عددات وما بعرف شو كمان ليش بدون يخربوا وادي بسري وهجوا اهل جزين ويدمروا بقتها لحتى يعطوا مياه ملوسة لبيروت ليش عم بيعملوا هاي كأنه جزين مش من لبنان هيدا سهل عن جد مش حرام تدمروا كرمال تعملوا سد بيكلف مليار و300 مليون دولار ليش ما بيستملكوا اراضي ويفتحوا قبار ويمنعوا الناس من فتح قبار ليش ما بتصلحوا الشبكة المهترية قبل ما تعملوا سدود وتخرقوا البيئة ما فينا ملا ما نحترم كل المواطنين هيك رد مقتضى منك حضرة المدير العام ما رح ندفع عن سد بسري لانه في ناس في اتصال يعني عم بيقول لنا كامل السقة بالشفافية والمصدقية اللي عم تحكيها ولازم تنشرها بقطاع مؤسسة المياه يعني حضرتك عم تحكي بشفافية وبصدقية ولازم تنشرها هيك في مواطن اكيد نعم كمان في اتصال جوج من معي أهلا الصباح الخير مادم ناو يا أهلا وسهلا فيك أنا اللي اتصلت فيك من طرابلوس من أول البرنامج ايه بس أنا مقدمي شكوى من تموز الالفين وسبتعش وقالولي حيطلع موظفين لعندك وما شفت حدا من الالفين وسبتعش نعم عم يسمعك على الخط منتمنى انه يتفاعل مع الشكوى ويحط الله حد بس تموز الالفين وسبتعش ما كان بعد الاستاذ خالد عباد مسؤول نعم بس الاسترارية لش قبلوا يعني ما نشوف وين حطوا الشكوى بقى جرور مين اللي قبلوا يعني لا مش لقابيو حسب الموظفين اللي عم نحكي عنهم هاودي هاين يصودوا وجه المؤسسات نعم يعني هاو ليش ما بي في تصير في تطهير لقلهم هيدا السؤال كمان كبير ضيفنا الأسبوع المقبل عيستفتش المركزي لازم ما يصير في تطهير أعطيه 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 من أهم أشخاص بالدولة البنية نعم نازم يكون في تطهير لكل الموظفين اللي بيرتشو لازم يصير فيه تبلغات عن الموظفين لازم المواطن كمان يبلغ فيه سرية متل ما بعرف عنه وبعرفه هو مصر جداً انه يكون عنده نقلة إصلاحية بلبنان وشالله علي يخبره كلنا معهم نعم على كل حال لعنا فويس مسج نسمعه سوا عم بيقول صباحك بس أكيد فيه رشا بيخال نسمعه مدام نوال نعاد عليكم بدي أسألك السؤال بس انه لو شركة الماي هي مزبوط عم تحكي مزبوط وتحترم حالة كان بتجيب الماء يوم أيوم لأ بمنطقة سن الفيل المتن وبتجيبها ساعتين وخفيفة شو السر بس حفيه وضح لنا شكراً مثل ما قالنا بالأول المياه حق لازم توصل عبر المواطن لأنه عم بيدفع حقه للدولة اليوم يعني هيدا تأنين حضرتك قيلة قطاع المياه منه مننزمة أكيد أكيد هذا موضوع تلن هلا فيتين بقصة مين ما عنده ماي مين ما عنده ماي إذا ما نحكي على صعيد استراتيجي قطاع بده تنظيم وبده مرجعية وحدة هي تنظم هالقطاع يوم ما رجعته مين بدي هيور المواطن تمنقول مجهوب نين المواطن ومعه حق إنه عايب علينا نعطي يوم أي يوم لا ولكن إذا عندي أنا خزين مئة متر بدي وزع على مئتين بعطي يوم خمسين ويوم خمسين توزع لكل الناس ثم كل الناس ينحرموا بيصير أقل واحد ياخد مرة ومرة تانية ياخد فلها السبب نحن التقنين هو إجباري نعم لو تقدر نمزع لكل الناس هيدا بحب نجيبه للمواطن نعم بدي أحكي عن خريطة الطريق عندك كتير من العنوين لخريطة الطريق اليوم ادخال تعديل على دفاتر شروط ما بتحتوي على قطاب مخفية كتير في عنوين مضبوط سير بمناقصات المكتمنة المعايير يعني وين بدا تصير بإدارة المناقصات لا أبدا بالمؤسسة بالأنون بيسمح لكم نعم هالأنون نعم نعم وبيدي الناس كون عندها سقة كون عندها سقة أنه نحن بالمؤسسة اليوم أنتوا اللي بتعطوها سقة للناس أنا بدي أعطي سقة للناس باللي بدي أوله واللي عم بقوله ما بقى في قطاب مخفية لدفاتر الشروط ما بقى في متعهد يقعد يتمركز بالمؤسسة ياخد كل المشاريع لأله ما بقى في متعهد ياخد مشروع كتير غيلي ويوزع للمتحدين الآخرين وما ينفسه نحن اليوم مصرين كل المشروع بدي يتاخد بيكون بسعر مقبول بربح مقبول وده يستلم منه المشروع إلى مرحلتين في استلام أول واستلام نهائي ما بقى في كذب ما بقى في نقدر الواحد ياخد مشروع وهمي يعمله هيدا السقة اللي بنحطها مع الناس والسقة بتنبنى حجر فوق حجر الناس بدو ينتروا عدم السقة بروحوا بلحظة اليوم إذا جواب جواب عاطل راحت السقة ولكن السقة بدت نبنى ونحن بتمنى من الناس سنت جاي متل اليوم كون أنا معيك ويعطونا نتالي اتصالات ونشوف المؤسسة وم بدت تكون نعم إذا الله راض ليش السنة ليش قبل ما صار فيها الاصلاح كان فيه كان فيه ولكن ما كان ظاهر وما كان يمكن الناس ما كان جديين يعني كان شوية فوضى ماشي بالأمور إحنا اليوم جايين نضو على كل شي فكان فيه فوضى فيه شي كتير ميح بالمؤسسة ما عم بقول لأ نحن بحافظين عليه وفيه إشي مش منيحة عم يجددها ونزبطها وبنى نوشي وبنى نخليها تطل للناس وأنا بعرف ناس بتحكي عن المؤسسة يعني حول عيني عندك عم بتقول هاودي بيرتشيو هاودي بيجيو بيروح رحات خواتن بيدو أنا بعرفها هالحكي كتير نعرفه ولكن نحن اليوم بننصحها هالناس الإنسان إذا كان مريض ما فيه ينصح تاني تيصح إذا نحن مرضة بننصح حينها تنصحها هالناس نعم على كل حال نسمع آخر فويس مسج جسر الواتي سن الفيل أمي لوحدة بتدفع كل فوتير الماي كل سنة وبدون تأخير وكل شي أوكي بس ما بيطلع لعندها الماي ربع طابع وصاحب الملك مناعة خط خزان تحت كلمة اللي يطلع لفوت بعصول حل شكراً يعني الناس عم تدفع حق الماي هي باختصار يعني كل العنوين إنه ما عم تيجيني الماي وحقها لازم تيجيها أي متى بدتنا للناس حقها في لبنان حضرت المهندس جون جبران أي متى إن شاء الله إن شاء الله نحنا متل ما مصممين نقدر نحقق اللي اللي عنا عمله حق الناس تشرب ما ينضيف حق الناس أول شيء رألك حق الناس هو إلهي هيدا حق ما اسمه حق للناس وأنا من الناس والمؤسسة ناس يعني هالناس هم تشرب المؤسسة ما عندها عندها ماي عطول ما عندها ماي عطول نحنا من نتفاعل مع الأوادم بالمؤسسة وبرى المؤسسة تنقدر نوصل الحقوق للناس ما فين واحد تغطى ورا أصبع ويقول أنا ما عندي ماي ويكون أخذ ماي حق الناس إلهي بدها تشرب ماي ماي نضيفة توصل للماء يومية ويكون عندهم ماي ما يعطلو هم أبدا للماء وللكهرباء وللطرقات يعني مش ته إشة البديهية بالليبنان يجب أن تنعمل هاي اللي بدنا نحكي فيه بس نحنا اليوم بدرجة الأولى بأول درجة من السلم بدوا الناس تحولوا بينهم ونتساعد نحنا والناس من زمان بيقولوا لأول درجة من السلم طيب خلنا نحكي على حق الناس إنه يكون بحر نضيف ما يكون فيه المياه ملوثة مياه جوار صحية بالبحر أي ما تبدا نالها لحق اليوم يعني ضايع حقوق الناس اللي عم بيصير أي متى ما عد رح يكون عندنا هارطاءات قانونية موافقات عم بتقوم مقام الترخيص خطية لمخالفة القانون أي متى بتتحرك الناس بالعمل العسكرية مفوض الحكومة لملاحقة مخالفات اللي عم بيبحشوا قبار يعني عشوائية أي متى بدو صير عندنا سروة مائية صالحة بكل ما للكلمة من معنى وتوصل عبر شبكاتهم يعني سوية منيحة لكل بيوت الناس هيدا اللي طالبته الناس بالسنة الـ 2019 زهقة هيدا خريطة الطريق التقلت يا بيتميك نحنا هيدا نشير ماشيين فيه هاي خريطة الطريق نوصل لها مرح يعرقلنا حدا من هون يحكي كلمة أو حدا من هون يحكي كلمة نحنا مصررين وعننا أصدار تيم أنه نوصل للهدف لحطينه ناس بعينينا نعم عكل حال أنا بدي شكرك إن شاء الله الناس تصل لحقه بسنة الـ 2019 نحنا حقنا كمان نحلم ونتأمل لأنه عن جد وجعنا كتير كبير لأن حقوقنا ضايعة بلبنان ندفع فاتورتين كهرباء ندفع فاتورتين ماء وما في ماء يعني القصة كتير كبيرة بلبنان والناس زهقة فإن شاء الله بسنة الـ 2019 حسن ولنوقي تعلمية شكرا لألك رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جون جبران كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فوس أفلا بنامية فصلة خمسة بختم هاللقاء لكم أطيب الأمنيات مني نواليشة عبو دليدة غانم والمخرج جورج العلي إلى اللقاء مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر شكرا